مرحبا، انطلب مني اعمل فيديو عن الحزن، عن الفئدين، وقتا نحن منخسر، منخسر حبيب، منخسر ابن، منخسر علاقة إن كان علاقة كزواج أو إن كان بالبزنس، خسارة، الخسارة صعبة كتير، والخسارة بتترك أثار على مستوى العقل الباطني، الجهاز العصبي، ومن هون بصير في عنا نحنا التهابات، بتوطى منعتنا، بصير في عنا مرض السكري مثلا، ضغط عالي، فنحنا كتير مهم نعرف إنه في مسارات مختلفة، الأشخاص بتتبعها، وقتها بصير في عندها حزن بحياتها، في أشخاص من السهل إنه يعملوا تقبل، يوصلوا فوراً لمرحلة التقبل، وفي أشخاص بتضلع الآن بمرحلة التعصيب، بتضلع معصبة، وهيدا التعصيب طبعاً بصعب على هالأشخاص توصل لمرحلة التقبل، وفي أشخاص بتضلع كمان مكتئبة، أهم الشيء إنه نحنا نشتغل إنه نتقبل خسارتنا، نسمح لنفسنا نحس بالألم يلي من ورا هالخسارة، نقعد مع هالألم، نعمل تمارين التنفس والعلاج الإحائي والتأمل، في عنا كتير علاجات هي بتساعدكم كيف تعرفوا وتكتشفوا وين هالخسارة على الآن بأي مكان بجسمنا، ونحنا أكيد كل إنسان بيستاهل يقدر يعمل علاقات جديدة، يتكيف مع الواقع الجديد طبعه يلي ما بقى فيه الشخص يلي نحنا منحبه أو العلاقة يلي نحنا خسرناها، فكل ما نحنا نشتغل إنه نتقبل الواقع طبعنا، كل ما نحنا منكون عم نحمي حالنا من أمراض كمان الاكتئاب، القلق، التوتر مع بعض الصدمة، وغيرها من الأمراض النفسية، بتمنى هيدا الفيديو يكون أكيد ساعدكم، وإن شاء الله شو ما بتعوزوا كإرشادات نحنا موجودين بالمركز للمساعدة، شكراً.